افتتح مستشار وزارة الصناعة والمعادن للتنمية قيصر أحمد عقلا معرض صنع في العراق على أرض معرض بغداد الدولي والذي أقمته شركة أرض الأعمال تحت شعار بيئة مثالية لكافة الصناعات والمتجات الوطنية والعالمية والتنمية والاستثمار الصناعي بحضور عدد من السادة المديرين العامين وبمشاركة جميع شركات الوزارة إلى جانب عدد من شركة القطاع الخاصة وقال المستشار في تصريح صحفي أن الوزارة وضعت خططا تنسجم مع البرنامج الحكومي والورقة البيضاء لإعادة تأهيل الصناعة العراقية تتضمن إقامة المعارض وورش العمل والمشاركة مع القطاع الخاص والوزارات الداعمة ذات النشاط المشابه لنشاط وزارة الصناعة والمعادن بالإضافة إلى مؤسسات صناعية عربية وأقليمية ودولية لإظهار وإرسال رسال إيجابية عن وجود بيئة جاذبة للاستثمار في العراق ترجمة نانسي قنقر